اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة فقرتنا مع مخرج سينمائي لأعمال كلنا عارفينها زي عمر 2000 وزي تخلي البنات تحبك والحيانه كمان حصل على جوائز دولية عديدة واشتغل مع نجوم معرفين كتير دي النجمة منازكي والنجمة حمود حلمي والنجمة الكبير خلدي النبوي والنجمة حنان المطاوع وغيرهم كتير الحقيقة لكن الجديد انه احنا بقينا بنشوف مواهب متعددة شفنا اصدار لرواية متميزة جديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي رواية روح واحدة وحفل اطلاقها والتوقيع عليها كان بالمعرض امس اتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل دلوقتي معظفنا للنوارنا في الستوديو دكتور احمد عاطف المخرج السينمائي ونقد الفني بالاهرام اهلا بحضرتك مساعدة اهلا يا سيد هدير وكل مشاهدي القناة الاولى مبروك الرواية الجديدة شكرك شكر جدا يعني عايز اعرف كواليس مشاركتك في معرض الكتاب وزيارتك الاول لمعرض الكتاب مبارح كانت توقيع على الرواية قبل ما نتكلم عن الرواية صحيح اولا عايز احيي التطور الكبير اللحق بمعرض الكتاب في السنوات الاخيرة من نقله لمركز مصر المؤتمرات الدولية لانه بقى المكان فعلا يليق بالمصريين يستوعب العدد الكبير هيئة الكتاب طلعت بيان انه فيه مليون ونص زائر حتى الان عدد دور الناشة العربية والاجنبية كتير جدا يعني الازمة الاقتصادية ما منعتش المصريين انهم يشتروا بعنف ملايين الكتب وايضا نهاية الكتاب بتطور من نفسها بتوصل الكتب لغاية المنزل ورغم كده الناس وبالذات الشباب وبالذات البنات من سن 15 لحوالي 28 ودي ظاهرة عظيمة جدا وكمان فيه كاتبات ما كانش عندنا كاتبات بنات لفترة طويلة في مصر احنا لسا كنا نتكلم عن الاصدارات النسوية في مصر اه الا قليلا الرواية كمان فيها عندنا كاتبة نوبية عندنا كاتبات نهلة مجدي وعندنا كاتبة عاملة روايات رعب مروة جهر يعني فيه حاجات مشجعة جدا وبتدي انطباع انه المصري علاقته بالثقافة والفنون علاقة اصيلة لا توقفها لأزمات قصادية ولا ارتفاع سعر الورق وايضا نشرين اللي بيخفضوا رغم كل الظروف بتاعت النشر اللي مش احسن حاجة يعني وبالذات بالتأكد صناعة النشر زي اي صناعة تأثرت يعني بأزمة الكورونا وبمبعدها الأزمة الروسية الاوكرانية صحيح بس كمان سعر الورق ارتفع بشكل عنيف جدا ماذالوا بيطلعوا يعني دور كتيرة اللي هي كلها بقالها عشر سنين بس بتطلع بستين وسبعين عنوان جديد في السنة فده شيء لازم نحييهم عليه وان مصر دائما بلد صباق في الثقافة والفنون مبارح انا كنت في اتحاد الكتاب ايضا بعد التوقيع بحضر نادو التكليم بس بيعرضوا الرواية الجديدة وشكل الرواية الجديدة للناس بس احكي لنا كوليس اه رواية بقى يعني ايه اللي حصله والله الاول عايزة قصة نفهم ليه ليه كتبت رواية وروحت بعيد شوية عن الاخراج السنمائي او الرحلة من هنا هنا كانت عاملة ازاي هو انا بكتب طبعا من فن مبكر جدا بس دي رواية الاولى دي رواية الاولى بس اصدرت طبعا كتب سينمائية واصدرت ديوان شعر كتاب له المقدمة الشعر الكبير بهاق جهين سنادي احنا صلاح جهين طبعا طبعا العبقرية المتفردة شخصية المعرض صحيح اللي هي زي ما وصف هو موهبة لا تتكرر الا كل الف عام في كل مجال دخل فيه صعب قوي توصل له يعني في الشعر في الشعر الغنائي في الكاريكاتير ايضا كتب سيناريوهات طبعا خلي بالك من زوزو المتوحشة حاجات ايضا مثل وكان دمه خفيف فانا كان عندي الحظ ان حفيده حفيد صلاح جهين مثل معايا في فيلم الغابة اللي هو اخراجي وانتاجي وتأليف ناصر عبد الرحمن انت ليه كان ليه كذا تجربة تمثيلية انت زغي اه انا كنت بمثل في الاستوديو ده كمان كنت بمثل لا تجارب عديدة انا عدت ممثل طفل محترف من سن عشر الستاشر سنة في التلفزيون في التمانينات مثلت مع فنان محمود المليجي في الطحونة في عمر بن العاص القديم مع ايحي شهين في الطحونة مع احمد شوقي في هذا مع السيد محمود ياسين في هذا الاستوديو في اميري الشعراء في استوديو اتنين جنبنا في عصر الحب وغيرها هي توليفة فنية منذ صغر يعني اه هو انت بتختارش انه ممكن يبقى عندك اكتر من نشاط فني لكن انا في وقت كورونا كان بقى طبعا ظروف مخلية مثلا في اكتر من مشروع سينمائي يتعطل وكده بسبب ظروف كورونا وغيرها فكنا قاعدين في البيت فانا كان عندي اهتمام بالتاريخ المصري بقى كتير قوي وبفكرة الشخصية المصرية هل الشخصية المصرية دي اللي دخل عليها مستعمر وهجرات هل تغيرت عبر العصور ولا فضلت زي ما هي فالموضوع ده خدني وجات لي فكرة الرواية ان انا عايز اتكلم عن شخصية مصرية واحدة بتتجسد في كذا عصر في عصر الروماني مصر الرومانية ورحلة اسكندر الاكبر في مصر ومصر الرسمانية ومصر القديمة الحرارة الفرعونية وايضا العصر الحديث في 1855 وبسأل نفسي بقى تساؤلات عن هل الشخصية المصرية سابتة ولا تغيرت وايضا كان عندي الروح واحدة بتتكلم عن ملامح اجتماعية للشخصية المصرية ملامح سياسية ملامح لا ملامح روحية اكتر وملامح نقدر نقول نفسية طبعا القصص فيها احداث مختلفة يعني كل قصة فيها دراما واحداث انا دخلت الرواية بشروطها يعني فيه مثلا منتشر من فترة فكرة الرواية السينمائية اللي هي فيها منتاج وفلاش باك انا قلت لا انا ككاتب ومخرج لما ادخل ادخل بشروط الرواية يعني لازل بقى فيها بلاغة ولغة عشان كده الحمد لله يعني الناس اللي قررت لهم الرواية قبل المسودة قبل النشر عشان اعرف رأيهم وفي المسودات التانية قالوا لي كلام كواز منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي ورئيس تحت كتاب مصر والعرب سابقا وغيرهم يعني قالك ايه قوي مشا في الرواية والله هو قال ان هو منبهر ان هو انا انا بكتب حاجة زي كده وطبعا يعني دي حاجة شهادة كبيرة وقال ان الرواية بتتكلم عن الحقائق غير المرئية اللي شكلت الحكمة في تاريخ المصرين طوال طوال العصر يعني الحقائق غير المرئية دي هي الحكمة يعني اللي هي المصرين اتبانوا على قانون ماعد قانون ماعد ده تقريبا هو اللي بقى في الاديان كلها بعد كده واتبانوا على العلاقة بالطبيعة واتبانوا على العلاقة بالفنون يعني المصرين اول ما فتحنا كتاب التاريخ عملوا تمثيل ورسموا على الحطان وكتبوا نصوص وبرديات ده معناه ان عندنا علاقة اصيلة بالفنون العلاقة دي ممتدة لغاية النهار ده حبنا للمسلسلات الافلام والاغاني والكتب لا ينتهي يعني ويمكن احنا من اكتر الشعوب العربية الحريصة على دايا وايضا فكرة المسل والقيام ما زال لسه نقول المصرين طيبين المصرين ولاد نكتة كل ده ممتدة عبر التاريخ وفي حاجات تانية موجودة في الرواية طبعا وكمان في جزء بقى الروحاني انا من 2015 جارت الاهرام شرفتني انما قاتت طول عمري في الاهرام بكتب عن السينما في 2015 بقى عندي مقال في صفحة الرأي فكان عندي حرية ان انا اكتب فكتبت في كل حاجة بس بقى عندي اهتمام خاص بما يسمى الروحانيات اللي هو له كتاب في العالم ما شهير جدا بس مش موجود في العالم العربي والروحانيات مقصود بيها كل ما هو غير مادي في حاجة واتصلنا بالخالق واتصلنا بال بس الجزء اللا ديني مش يعني واتصلنا بالطبيعة والحيونات وان احنا بنهتم والاسئلة الوجودية كثير اللي ممكن بتكون جوانا بس لا بس اه الحيرة طبعا مهمة والاسئلة مهمة بس الروحانيات بتوريك طرق انك تتصلح مع نفسك كل عالم والحقيقة احنا بنهتم بحياتنا المادية زي شغلنا ولكن بننسى انه اهم شيء عندنا هو الروح اللي باقي بعد الموت واللي هو هو اللي كافيلي ريحنا وبالتالي ده له حاجات بت يعني غذى يعني او فيتامينات الفيتامينات دي ايمة على الحب المطلق مثلا الحب الغير مشروط لان الدنيا او الطبيعة بتدي الانسان عطاء لا محدود يعني سواء الزرع او الميا بتديك كل حاجة بدون ما تاخد حاجة في المقابل فطبعا الانسان ثبت علميا ان هو لما عمل الخير او الكراهية او المرار بيخلي الناس تعية وعمل خير بيخلي الناس تبقى صحتها احسن فكل القيم دي من الحب المطلق وعلاقة مع الطبيعة وعلاقة مع الحيوانات والتسامح الكبير كانت قيم غائبة ويعني يمكن نشرت 500 مقال من 2015 عن موضوعات مختلفة عن روحانيات ووصفت الرواية بقى من اديب جزائري اسمه الاخضر بن زهرة وبين دكتورة لمياء الساداتي دي دكتورة في علوم للغة من جامعة مارسيليا في فرنسا بان هي رواية نورانية او روحانية يعني النبرة اللي فيها وده برضو من الاجزاء اللي ممكن تبقى رحلة نفسية روحانية يعني بالضبط دي من الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة عند المصريين نتيجة انه هم اواء الناس سألوا عن علاقتهم بالسماء وعن علاقة الانسان بالارض كان اول الاول خلى المصري القديم الارض هو الاله بتاعه وبعد كده الهواء وبعد كده الماء وبعد كده عمل حاجة اسمها التسوع تسع عليها وبعد حاجة اسمها السلوس وبعد كده وصل للاله الواحد فهو لف لفة في الطبيعة وكل ده موجود بشكل درامي بقى مش بشكل مباشر يعني في الرواية والرواية فيها ان كل قصة مختلفة عن التانية يعني فيه منها تفضلي أنا مع حضرتك يعني فيه قصة منها يعني اقرب لقصة بوليسية وقصة تانية قصة فلسفية ده مهم جدا عشان مسألة لو شباب بيقرأ وده بالنسبة له مسألة الروحانيات دي مسألة صعبة عليه أو مسألات كبيرة عليه لا معمولة بشكل مبسط في الرواية ده مهم لأنه بتأكيد أنا عامل رواية عايز الناس تقراها صحيح بفكر في مسألة المبيعات عاملة ازاي صحيح خصوصا مع التوجود الكبير للروايات التانية اللي ممكن تكون ابعادها اسهل من كده شوية على الناس هو طبعا اللغة اللي تستخدمها والمقاربة اللي انت بتدخل فيها من الروحانيات للروحانيات مهمة جدا لأنه الروحانيات عموما في العالم مؤلفين زائق هارتولي ورام داس متابعيها بالملايين واعتقد أن مجرد ما يعني القارئ المصري ما يستشعر أشياء ممكن يحبها في يعني يلاقي شيء ما غير بسيط وغير انت بتعمل طبعا الإطار ليه انت عمل إطار تشويقي إطار لأنه أنا بالنسبة لي كتابة الرواية لازم يتعفر فيها أكتر من شرط أولا شرط المتعة ثانيا شرط التجريب عشان كده يا روح بتخش ثالثا الكاتب النهاردة بقى باحث يعني في أي مجال لازم يعد يدور طبعا ريت كتير جدا عشان أقدر أخلي ناس تتكلم كانوا بيتكلموا ازاي وقت الفراعنة وازاي وقت الرومان وما نكنت عايزة أصدر حضرتك عن هنا المرجعيات كانت إيه طبعا عدد لا نهائي من الكتب متميزة للشخصية المصرية صحيح يعني في أسماء المدن يعني كونيوبوليس مثلا دي المنوفية مثلا قرية كومبوها بس دي الغاد دلوقتي دي قرية في الصعيد مشهورة بالكتاكيت وعلى فكرة الغاد دلوقتي وفي قرية في الصعيد يعني تربية الكتاكيت والبيض في الصعيد من قديم الأزل يعني بقى له 700 سنة مثلا فأسماء طبعا أيضا الرواية بتتكلم على مناطق جغرافية مختلفة في مصر يعني القصة بتاعة الفرعوني بتدور في منف اللي هي هنا في الجيذة القصة قصة زي ما قلت حالك في الدلتة قصة المطربة المغنية بتدور في الصعيد بين الصعيد والقاهرة ده طبعا كمان بيدي فرصة إن كنت تتكلم عن ثقافة الثقافة الجغرافية للمناطق دي وفي قصة كاملة بتدور يمكن تلتنها في سيوة والهوية الخاصة بكل مكان أكل أه يعني هي عشان تعكس الحياة المصريين أو شخصية المصرية لازم شخصية المصرية دي ممتدة من أو في قصة مثلا بطلتها سيدة بتتبع رحلة مع الاسكندر الأكبر في رحلته في مصر فالاسكندر الأكبر أنا يعني تعبت قوي عشان مالوش فيش مصادر بتقول عمل إيه في مصر إلا قليلا يعني فكل أهم حاجة الرواية تبقى كمان زي بيسموها الديجستبل يعني يعني مهدومة يعني قابلة أنك تقراها مش لما تيجي تتكلم أنا تحسها لا الحمد لله هي ثالثة في القرية يعني تناسب العصر اللي إحنا عايشين ويعني يعني أقدر أقرأ ما حسش أن أنا أنا بس أل حضرتك أنا مش عارفة بتكلم عن عصر سابق ما ينتميش لهذا العصر ولا هي تناسب أي عصر لا لا أنت بتتكلم بلغة النهاردة وبحوار بين الشخصيات وصراع أو دراما بتبقى عايش تتعرف إيه اللي هيحصل بكل يعني أنت لما بتحكي عن فترة تاريخية مش أستخدم لغتهم زمان لكن أنت بتستخدم طبعا بتنقل واقع الحياة مثلا كان فيه ظاهرة سماعة أنا خارسس مثلا في مصر رومانية وفي الرومان من أقصى الفترات اللي عاشت اللي قاصة فيها المصريين يعني ودي تعني ايه ظاهرة ظاهرة الهروب من الأرض مثلا ومشروحة في الرواية من كتر قصة الرومان في أنهم فرضوا مئة ضريبة وكانوا بيذيقوا المصريين الأمارين فانتشرت ظاهرة أن الفلاحين يسيبوا أرضهم ويهربوا ويعودوا في حتة بعيدة فأنت بتشرح كلام ده عشان تنقل وكمان بقى اللي استراتيجوس اللي هو كان المحافظ الوقت الأب استراتيجوس فكل بقى كل عصر له نفس الحكاية حالك تسرقت الشخصيات عدة في هذه الرواية الشيخ المسلوب البابا كيرلس الرابع وزي ما كنت بتتكلم كمان الإسكندر الأكبر فمسألة التاريخ ما هيش أسهل حاجة ولابد فيها من الاستناد لعدة مراجع أكيد ده خد منك وقت كبير للتحضير آه ويمكن عشان كده بقى لي كم سنة ما أخرجتش هنتكلم عن الإخراج عايزين نعرف المشاريع الجيدة إن شاء الله التاريخ عبارة عن فخ لكنه بيت جوحة وممتع في نفس الوقت كل ما بتغوص فيه عايز تعرف أكتر بس الحمد لله إنه في باللغة العربية مراجع لكل المراحل التاريخية اللي مرت على مصر بعدد ضخم جدا يعني عندنا مؤرخين عظماء زي آسم عبدو آسم ودكتور عاصم الدسوقي وطبعا أحمد طيمور باشا وأحمد فخري باشا يعني عالم الأثار المعروف كلهم كتبوا عن كل مرحلة لها لها يعني ناس متخصصين فيها أفنوا عمرهم في دراستها فده إداني فرصة وتعدد المصادر أنا عشان يعني كمان بقرأ باللغات فقدرت تقرأ كمان وجهات نظر للمستشرقين وبمناسبة إن في قصة عن البابا كرولوس أو الشخصيات الرئيسية الرئيسية كلها مؤلفة لكن الشخصيات السنوية شخصيات من التاريخ زي الإسكندر الأكبر أو البابا كرولوس الرابع البابا كرولوس الرابع البابا الإصلاح ده مش شخصية مهمة جدا في التاريخ المسيحي عندي واحد صديقي في الأهرام قررت له برضو الرواية اسمه أستاذ أشرف الصادق هو ماتك أخبار الكاتدرائية في الأهرام كمان فقررت له وهو صعيدي ما كنتش أعرف إنه صعيدي فقصة بدور في الصعيد جزء كبير منها وقال لي ده إنت مش مسيحي ولا سعيدي وكاتب اللغة اللي بين آه فتبسط جدا طولها كده ده أول اللي انت حنج إحنا فيه أو يعني أنت مش بس أنت بتستنطق شخصيات كانت عايشة في عصور تانية ولازم كمان تستنطقها وتخليها تتكلم بلغة مفهومة النهارده مش بلغة صعبة وده يمكن بيعكس بيعكس حقائق كانت غير مرئية في هذه العصور صحيح مصر فيها أسرار كتير جدا لغاية دلوقتي ويكتشفوا بس الأسرار العلمية أو الأثرية لكن مصر فيها أسرار روحانية أسرار ثقافية لأن احنا ما تخيلناش إيه حياة الرسام مثلا اللي قعد يرسم على مقابر كان يوبو عمل إزاي بيأكل إيه وبشرب إيه وإيه الألوان ولا تخيلنا الشخصية من شخصيات الرؤية اللي هي مع البابا كرولوس مطربة حفظة ترانيم ضاعت خلال ألفين سنة وجي البابا كرولوس في وقت ما قال لازم الشعب المسيحي يغني بترانيمه فقعد كلف واحد دي وقع حقيقية اسمه التكلة المعلم تكلة بأنه يلف في مصر كلها يجمع التراث القبطي المفقود يعني هو مسجل زي بتمزج ما بين دي كلها عناصر في الهوية المصرية وعناصر في البحث عن شخصية المصريين وشان كده كمان الروح بتحل مرة ستة ومرة راجل لأن الروح دايماً أسمى من مسألة يعني النوع وبيخليك تسأل نفسك إيه الروح دي فعلاً وروح ما هذه الأسئلة الوجودية اللي كنت باتكلم مع حضرك الأسئلة الوجودية ممكن يبقى مين احنا تخلقنا ليه ومصيرين ولا مخيرين لكن الجزء الروحاني هو اللي هو اللي فيه سمو وعلاقة بالحب الكامل لكل الدنيا ده واللي انت محتاجت وصله عشان تستريح لأنه لو ما وصلتش لهذا الحب المطلق هتفضل مقرق طول الوقت بس أنا حب وهل انت تقدر تمارس الحب مثلاً مع حد عمل مشكلة معاك أو مع لو عيت ولا حاجة أو تعلم ان الحب ده له طاقة زي الطاقة زي طاقة كهربائية وحاجات دي تقاسد في العالم ويمكن ده اللي مؤخراً بقنا بنشوف يعني موضوع المديتيشن وانه الناس طبعاً ده جزء ده أكتر صحيح هو لازم يتمارس بشكل طقوسي زي المديتيشن وبشكل حر بينك وبن نفسك عشان لما تختلي بنفسك وانت قعد لوحدك أو بالليل أو ما 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 تقلبش على نفسك البواجعة تعرف تخلي تفكيرك في حالة أناق للكون وللدنيا وهل المصري بقى عمل كده طول الحياة اللي هو عانى من الرومان وعانى من حضارات مختلفة العثمانيين في شخصية عايشة في وقت العثمانيين طبعاً عنينا جداً 500 سنة بيحكمنا العثمانيين وبرضو يعني تعبونا جداً فالمصري ما عاش حياة سهلة في أجزاء كتيرة في تاريخه ورغم كده حافظ على روحه وكينونته وحافظ على الفن اللي بيعمله يعني في كل عصر كان فيه فنون رهيبة جداً وفنون غير اللي احنا بنظهرها في المتاحب زي فكرة الترانيم المفقودة دي زي عندنا سير يعني سير كتير للأسف فقدت كانت الإزاعة المصرية بتعمل قصص سير دي سيف ابن زيازن وغير السيرة الهلالية يعني وأيوب ونعسى وغيرها إذن عندنا التراث وبرضو دي لها علاقة بإعادة الاكتشاف زي ما أنا فجأة لقيت نفسي بكتب أدب المصري طول عمره عنده مخزون لو أنت عملت له يعني زي كده العفريط والمصباح هتلاقي بيطلع منه عشان كده كان فيه شعراء شعبيين وتلقائيين وفي الأرياف والأقليم وما تعلموش يمكن فالفن وأنا بلعب يعني مؤخرا اكتشفت أنه بعد دراسة كتيرة للفن وصفر في العالم وفي جامعة جنوب كاليفورنيا في هوليوود اكتشفت أنه أنك لازم توصل لمرحلة أن الفن يبقى فيه درجة من درجات اللعب وأن أنت تبقى عامل زي تحافظ على روح الطفل في مارستك للفن عشان كده أنا يمكن لقيت نفسي بكتب أدب وبارسم رغم أن أنا ما كنت طفل ما كنتش بارسم زي الأطفال لكن في وقت ما لقيت عندي طاقة رسم رهيبة جدا أنت مشترك دلوقتي في أحد المعرض لفن تشكيلي صحيح في معرض يعني لسه مفتتح من يومين اسمه هولي فيستفل بأحد القاعات في الدقي وده مشاركتي الخمسة في معرض فن تشكيلي برضو اللي ابتديته من سنتين ونص هو والرواية ودي كانت أنشطة ما مارستهاش في حياتي قبل كده فلأن قعد طول عمري ما بين الإخراج السينمائي والنقد السينمائي مناسبة الإخراج الأخيرا الجديد في الإخراج السينمائي والله أنا بعد ما كتبت كذا سيناريو يعني وكان في حاجة منهم قريبة للتنفيذ بقى عندي رغبة أننا ننقل الروحانيات دي لفيلم سينمائي يعني إحنا زي بنقول يمحتاجين لتجديد القطاب الروحي لأنه لما بنصحي جوه الإنسان فلسه في مشروع سيناريو بكتبه فيه جزء روحاني ده بس فيه مشروع مسلسل مع قناة عربية تاريخي يعني بس مش عصر تاني خالص غير الرواية ولقيت القناة هي يعني متحمسة جدا وطبعا برضو التاريخ بياخد وقت بس وصلنا يعني المعالجة رضية للطرفين يعني الحمد لله ويمكن ده نقول سنة من الآن ويبتدي تنفذ يعني يعني إن شاء الله منتظرين وبالتوفيق ومبروك رواية روح واحدة احمد نشكرك شكرا جزيلا المخرج والكاتب بأحمد عاطب دورة شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا نورتنا نهارتك شكرا جدا من الوحدة الوقت مع حضرتكم الفاصل وبعد الفاصل يستنون هنرجعوا معنا واحدة من ألازر فنانات المصريات خليكم استنين ازاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الأربعة وخمسين بأرض المعارض بالتجمع الخامس تم تخصيص سبع خطوط أوتوبيسات لنقل رواد المعرض الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض ثم رمسيس العباسية جمعة الأزهر محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط الثاني من دوران شبرى شارع شبرى ميدان أحمد حلمي شارع رمسيس العباسية نادي السكة جامعة الأزهر محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب الخط الثالث من النزهة الجديدة ميدان الحجاز السبع عمرات مكرم عبيد مصطفى النحاس المنهل الوفاء والأمل ليصل إلى معرض الكتاب الخط الرابع من ميدان المطرية الحلمية كلية البنات عين شمس ميدان هشام بركات الحي السابع حي السفرات ثم معرض الكتاب الخط الخامس من ميدان الجيزة جامعة القاهرة القصر العيني السيدة عائشة الأوتوستراد جامعة الأزهر وصولاً لمعرض الكتاب الخط السادس من سقر قريش المعادي نادي وادي دجلة الطريق الدائري محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط السابع من سراي القبة ركسي السبع عمرات الحي الثامن الوفاء والأمل ثم محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس مترو الأنفاق التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبر الأوبة واستقلال الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض أحمد حلمي السلام السيدة عائشة بتعريفة ستة جنيهات ومن موقف تشكا بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس